طبعا قمت بمقطع ايا حباي بنسبة اشخاص تهجموا عليا لاشخاص العميان او الميبعون عدل طبعا فرح سمعت لكم بتحدي نزلت لكم اربع مقاطع على قناتي الثانية وبهذا المقطع ايا حباي بالثاني تقريبا سبعة وثلاثين روح شوفوها طلعت بوجي في ان اشخاص تهجموا عليا الصورة الي طبعا طلعت الي في اشخاص تهجموا عليا انتم ما انتبهتوا بالفيديو عدل رابطوا فيديو من الوصف الكل يروح شوف الحبل وشوف صورتي بالثانية سبعة وثلاثين وطبعا نزال كامل مثل ما قلت لكم بحق الصابق ينزلكم مع الخمسمائة الف مشترك فالكل يشترك بالقناة على مودي ينزلكم نزال ملاكمة مالتي اللي طبعا حيكون بوجه كامل الخبر اولي عد عن مصطفى ريدر ومشكلته ويا ياسو شكا صارت شبيرة فبعما ريدر يا حباي بنزل شوية تشتوريات ووضح بيها انه ياسو هي وسامتك ترجع على البعض فبلي سوري مالتك كانت يقول ان شون ياسو ترجع الشخص اساسا اذا اذا احاول ان يمسح قناته من هالكلام فياسو يا حباي باليوم طلعت وردت عليه ريدر بالبث بالانستجرام فهذا البث كله فعليا كانت تشتري بيها على ريدر وفي البداية واحد من المتابعين صار يسألها ان انت ليس مكاعدة صورين ويا ريدر فصار تقول بسبب ان ريدر هو يصبح غلط والمكثر من راه ينتهت الفرص وهو غلط وصراح ما ادري ريدر شنو الغلط لغلطها خاصة انه ماكو شي واضح حول هذا الموضوع وبنسبة للسؤال الثاني فسألوا هلش مترجعين القناة ريدر إليتش فصار تقول ان انا احب اسوي خير وما منن احد بيه واخر واحد من المتابعين صار يسألها شنو رجج على مصطفى ريدر فصار تقول انه هي متحبت ريدر على الموضوع هذا وصار تقول مثل ما هو خاني انا حخونه في الغبع يسأل اساس ان هل ريدر خانها صدق امود هي حاليا راح اتخانته ويوي سام تيكت ما ادري في صراحة يكون رحتكم الاستوريات وجزء من البث مباشر شوفو ليش ما تفز يا جماعة يعني انسان كم فرصة بده يعطي يعني انا بعطي فرصة فرصتين ثلاثة مو يعني في فرص بتخلص انا مااني شو اسمه مااني كريدت كارت حتى قد ما بدهم يعني اعطيهم فرص خلاص يعني بشع الانسان ينكر كل شي يعني انسان تاني عمله يوم كتير يعني وكل شي واضح لا يريد أن يدام عليه و لا يسمع فيه فخلص الله يوفي الجميع الإنسان عندما يعمل شيء منيح سينردله شيء منيح عندما يعمل شيء سيء سينردله شيء سيء عندما يجرح حدا سينجرح عندما يخون حدا سينخان فبعدها رياحها بايب طلع أورد عليها ونزعلها سبب الإنستغرام ثلاثة ستوريات شي يقول بها بما أنه أنت طلعتي تحشين بطار القناة يعني أنت اللي كان بينا شغل بالنسبة إليك أتوقع أما بالنسبة إليك لو أريد أن أصبح يوتيوبرت كان صارت من سنين مو منتظر تنطيني قناة يوتيوب إذا تريدين القناة كانت تقارين دي سنين خاص ويايا ورح أنطيت القناة لأن طرح على نفسي أنا إنسان تعبت على نفسي وأعرف قيمتي بعمر هالأرقام مقيمة شخص ورفعتها الحمد لله عندي قناة مرة بحياتي من طلبة أحد يشرني بلشت من الصفر وهذول أصحاب اللي بعتيني على موتهم هم نفسهم اللي غدروا بيا وبيتش وبالستوري اللي بعدها وقالها بما أن تفتحتي موضوع القناة مثل ما قلت موكلي الموكلي اللي هو عمر الكيلاني يا حبيب محادثاتها بالإنستجرام بالواضح أنه ريد القاري المحادثة بين ياسو وعمر الكيلاني بالإنستجرام وكما لقالها تقارين تتواصلين ويايا على الخاص حتى رجع لتشيئها لأنه بصراحة أنا لو ما محبت الناس ما كان رجعت نزلت فيديوهات ما حت يجيو يمنيني بشي وأني مسوي لأضعاف باش نواحة شيوية إنسانة تحب الناس اللي ضروها على كل التوفيق إليتش كل الخير ولو طبعا يقصد وسام تيكت فريقة بعد بهذا الاستوري قال حبايب ترى عادي هذي تأثيرات الضفادع ولو يقصد فريق وسام تيكت كالعادي يشبههم بالضفادع ويقول أكيد ما يوقفني أي قناة ولا راح يوقفني أشخاص ما عادهم شي بالحياة غير الحقد فحالي اسمعتوا يا حبايب من الطرفين تبعونا بالكومنتات يتو يمنوا يا ياسو وبريدر فتتوقعون فعلا ياسو رجعت الوسام تيكت يا حبايب لشوية طاعة الشاعات زايدة انهم رجعوا فعليا لبعض بعد ما ثلاثتم سووا فولو نفس الشخص أو نفس المدرب قال الرياضة بالجيم ثلاثتم سووا فولو إلى بنفسه الثانية مثل ما شافين ياسو سويت فولو بنفس الوقت سويت فولو الأخة كريستينا أو كريستينا الأخة ماريانا اللي هي فمثل ما شافين هاموسام تيكت سوى فولو النفس هذا المدرب واخر شي اختنعون بياسو انو بالبث مواشر واحد من اشخاص سألها هل انتي ملحدة يعني انتي متأمني برب العالمين فمثل ما تعفون ياسو كان قبل محاجب بعدين خليت الاحجاب فصارت تترد عليه انو لا هي مو ملحدة وانو هي كل يتضاجت من هذا السوع اكل رحطوكم السوري ما تشوفون شكي يا ملحدة سوري بس يعني مين حكى اني انا هيك وشو خصك انو اذا انا شو ما كان ديني يعني سوري بس هاد شي بينه وبين ربي يعني انت عدسات هيك عم تهيني اذا كتبتلي هاد الكومنت لا صراحة ابدا ننتقل حالي مشكلة تنسيم ويا قمر وبنسلو كتوية يا رمار في البداية يا حباي بتنسيم نزلت هذا السوري على سبب الانستجرام صار كل واحد عنده مليون يفكر حاله اذا تابع شخص رح يعطيه متابعين ببلاش لا تنسوا حالكم من سواكم ومن طالعكم فترة وبتنطفوا استغلوها الفترة مريئة من ايحل انكم لح تنطفوا فتغلب صارت وقع انه هي تقصد امر مار او يا رمار واحدة من عدهم فالرد الاول كان من يا رمار بهذه السوري كاتبابي اي واحد بدوين شهر صاير بينزل قصوف فكر حاله عم يحكي شي فضيع ويندحش بين المشاهير بفكر حاله شغلة كبيرة بربكم حاج والدنا وهذا نزلت السوري ثاني تقول اي حدا حاببين شهر ينزل قصوف صارت رنت هذه الفترة والي هو واضح ان تقصد تنسيم لان نزلت تقريبا الاستوري بعد دقائق من استوري تنسيم اما بالاسم القمر يقولون ان الاستوري اللي ينبرح نزلتها مشان تقصد احمد ابو الرب شان تقصد تنسيم اللي كاتبه هذا صوت هو يصار اسمع من البشر شي السالفة والي هو حاطه صوت شلب كاتبعي واحد يريدين شهر مجالد يحكي على المشاهير ويندق بيهم فاخر شي ردت عليهم تنسيم وهذا الاستوري تقول فيه مليون شخص عندم بفوق المليون متابع فما اهلي ما حددت واحد الضبط بشكل عام كل شخص يعرف مين سواه وليه في الاغلب تقصد ان نورمار هو اللي سوا يارا وقمر فاكتبنا احباب بالكومتات هل انتو ويا قمر ويارا او ميا تنسيم وعلى سيرة قمر يا حبايب فهي انها تعليح سبب الانستغرام انه اليوم رح تنزل مقطع ويا بيسان اسماعيل بشوية استوريات رحطوكم اياها مقطع ناري تقول رحطوكم الاستوريات شوفوها هلا حبايب شون كنتان احبت اقول لكم انه باتشر الساعة خمسة اكفتش جديد على قناة اليوتيوب سو من وبعد اما اشترك بالقناة اشترط انتظر اقول لكم رفع الشاشة واشتركوا بقناتي وهامشي تفعلون زر الجرس حتى اقول ما ينزل في فيديو تشوفوه الفيديو صار كلش 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 حلو وبيسان هم مياي بالفيديو فيديو خطير جميل فخليكم جاهزة مثل ما قدلكم وبس اردو حاليا واخرا لأول مرة بالسوشيال ميديا راشو مارا تنزع عليها سباب الانستجرام وهذا الصور اللي كان حطها بصورتها وكاتبال رح تفتح بث على تيك توك بعد ان نزلت ستوري ثاني هم كان بصورتها طبعا الاغلب متفاجئ انه هي ليش طلع صورتها خاصة انه هي مساوة دراما او شي حول هذا الموضوع في غير السائل ولكن ما هي نشرة صورتها واي ناس جانو يحلمون ان يشوفوها فهذه الصورة تكتبونها بالكومنتات اشتراكم بالخبر اذهب الى بيسان اسماعيل وتسريب جزء من المقابلة اللي حتسويها وهي لاي تستيج بياغلب متوقع انه هذه المقابلة ممكن بيسان اسماعيل تفضح اجواني وتحتعليه اشياء وترجع لدراما بيناتهم شوفوا جزء من المقابلة بدي 15 ثانية على كل واحدة هلا هلا شرح نعمل رح نطلع بريك الصغير ونرجع اوكي اخونا كات لانه عجلة لم تيقى تاهم كيلو ميديا ايلي بده جدت اخوش نمزد والله انا والله كثير طيبين فاكتبوا يا حباب بكم متات توش قيمة حمسين المقابلة بيسان ويا لايبستيج اخر شي نفتم حاليا بنهاية حب اميرا الحسين ويا محمد كريم فبعما صارهم فترة كوش طويلة مقاعدين يصوروني يا بعض يا حبايب اميرا الحسين نزلت هذا الستوري الكاتبة بي اذا دمساكم اول شي انا مقدر كوشي عم تعملوا مشان نرجع لبعض ولكن حاج ضغط علينا بالنهاية هذه حياتي وانا ماني مجبورة اتحمل شغلات انا ماني مرتاحة فيها فالفترة حتى اهلي ما عاد يقبلوا اني ارجع صور مع احدا محمد شخص منيح وما في منو بس ما بقى فيني ارجع صور مع احدا انا بعتذر من كون كثير بس بالنهاية يكون شخص فينا يعملي اللي بيرايحه ما بدي اضغط على حالي وخلي الشخص الاخر ينضغط معي يعني بسبب المشاكل شكرا كثير وعلى كل شي بتمنى تتفهموا وتفهموا الظرف اللي انا فيه والله يحميكم وما يساعدكم يا رب ونفس الشي باسم المحمد كريم فنزل هذو الستوري كتب واساطير ليه هنا انو نقول نهاية القصة اللوزاوية اللي شفتوها اللي هي قصة اميرا الحسين ويا محمد ونقولوا عاشي عايشة سعيدة دامنا تكون دي هاي غير متوقع الافلام المميزة نصيحة مني ولا حتى انتو ما تتأذون لحد يجيب طاري بعد ابدا 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 اللي هو طاري امحمد كريم واميرا بكل شي لا بتعليق ولا بصوره ولا فيديو لانو انا انطيت الكلمة وبعد ما تراجع عنها شوفكم بقصة جديدة قريبة مع ابطال جدد وبس الله حباب طبعا بها دي الحالة خلصت قصة محمد كريم ويا اميرا وقصة الحب اللي بيناتهم اللي وفقهم يا رب كل واحد بقصة جديدة وبس الله حباب نوصلت للمقطات من مقطع جاوكم لتنسون المقطة اللي بيوجه في الوصف بالثاني 37 وبس انا لكم فيزي مقتنك القصص مع السلامة شكرا